صرمية اللاجئ والعامل والمواطن السوري بتسوى جمهوريتكم وأرزكم وثورتكم ورؤسائكم كل هذا كلام فيسبوكي نشره طالب الإعلام باسل الأمين عبر حسابه على فيسبوك مع أن باسل حذف منشوره لاحقاً إلا أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية كان له بالمرصاد إذ استدعي وأوقف حضر مثل ما بقى هالناس وشاف على التواصل الاجتباعي هالبرنامج اللي حطوه على الأوتيفي يلي هو عم يستفزه فيه عمله ضرب بواحد سوري وبطريقة كتير عنصرية استفزت مشاعره هالمسألة هذي وحب يعبر بطريقة أنه هيك يحس فيها أنه يعني لأنه لازم يحكي يعني وهو بيجهل للأنون يعني في شغلة الملفتة بس ما بيعرف بالأنون أنه والله إذا فيه شيء ذم لرئيس الجمهورية وهكي شغلات ما بيعرفها هو بيمكن بالغ شوية بس لكن هذا الموضوع ما بيوصل لأنه يعني أنه يروح يتوقف بيتصلوا فيه بيقولولي أنه بدنا باسل بدنا نستدعيه بناء على إخبار من شعبة العلاقات العامة بقوة الأمن الزخر بيقولون إيه شو السبب ما كانوا يقولوننا شو السبب بل يجي لهم هي ليست المرة الأولى التي يجري فيها توقيف أشخاص على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ما يعيد إلا الواجهة قضية الحريات العامة هذا المكتب أصلا غير شرعي أنشئ بناء لمذكرة صادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي وليس بناء لتعديل مرسوم تنظيم قطوعات قوى الأمن الداخلي هذا المكتب يمارس دور البوليس السياسي يعني وقت لوسائل الإعلام تقرر أن تكون عنصرية بالتعاطي مع اللاجئين السوريين والعراقيين وما حدا يتحرك فطبيعي يكون رد الفعل على هذا القدر من العنف إذا منا نسميها لا يحق للنائب العام مهما كان من تلقاء نفسه أنه فجأة يقرر أنه هو بوليس سير بيسحب مما كان ومما بده في فوق القانون في شرائع تسمع على القانون يعني في عندك حرية الرأي والتعبير اللي كافلة الدستور في شرائع دولية توقيف باسل أحدث شرخا على مواقع التواصل الاجتماعي ففي مقابل التعليقات المدافعة عن حرية التعبير برزت آراء مستنكرة لما وصفته بالتطول في الكلام وأيا كان الأمر السؤال الأهم هو ما إذا كان القضاء سيتحرك ضد الفضائح والقضايا الكبرى في البلد وما أكثرها مثل ما حركه بوست على فيسبوك نعيم برجاوي قناة الجديد